اهلا بكم حبابي طلبوا طلبات الصف الخامس الابتدائي النهاردة هناخد مع بعضنا الدرس الخامس يولاد في كونسبت وين تو الدرس الخامس بيقول انتر اكشنز انفود ويبس التداخل اللي موجود فين في الفود ويب يعني ايه اولاد فود ويبس لها ايه الشباكات الغزائية خدنا قبل كده الفرق ما بين الفود تشين والفود ويب طبعا الفود تشين سلسلة واحدة بس بتوضح مسار التقم بين كائن وكائن 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 فقط مجمومها يعني عدد فيو نمبر اما الفود ويب الشبكة الغزائية ده عبارة عن ايه اولاد عبارة عن مجموعة من السلاسل زي الرسمة اللي قدامنا دي الرسمة اللي قدامنا دي بتوضح فود تشين ولا فود ويب طبعا اكيد فود ويب ليه لده عبارة عن ميني نمبرز اوف ليفنج اورجانزمز فيه تداخل بين مجموعة كسيرة جدا من الكائنات الحية بشوف مع بعضينا السؤال ده بيقولك مثلا ايه نموذج بيوضح طبعا صح الشبكة الغزائية حلوين الشبكة الغزائية دكاترا نموذج بيوضح العديد من التداخلات بين الكائنات الحية في النظام اللي اللي بعد مثلا قولك ايه فود ويب شو انتر اكشن امانج ميني فود تشين برضو صح الشبكات الغزائية بتوضح التداخل اللي موجود بين العديد من السلاسل الغزائية خلاص اولاد اوكي الرسمة اللي فاتت دي بيقول مثلا ايه في الفود ويب بيحصل ان كائنات المنتجة بتتاكل عن طريق عايز يقول انه بعض المستهلكات ممكن تاكل البروديوسر او بري بعض ايه بعض الفراز اوكي يعني الكائنات المستهلكة ممكن تاكل البروديوسر او بعض ايه الفراز ايه الاخر خلاص اولاد اه هنا السؤال بيقول مثلا give reason انتر اكشن امانج الفود ويب بتوضح التداخل بين العديد من السلاسل الغزائية العلاقات بين الكائنات الحية هستخدم الفود ويب افضل من الفود ويب بتوضح بينما الفود ويب بتوضح عدد قليل يبقى الافضل لنا نستخدم تعبير ايه فود ويب برافو عليكم نشوف مع بعضينا الاسئلة دي يلا اسيبك نص دقيقة تفكر فيها ركز فود ويب شو انتر اكشن بتوين فيو ارجانيزم سوكر معين الفود ويب الشبكات بتوضح تداخل بين عدد قليل فالس عدد كتير الفود شو انتر اكشن بتوين ميني فود ويب غلط العكس هل السلاسل بتوضح التداخل الموجود بين الشبكات الغزائية لا ده الشبكة هي اللي بتوضح الانتر اكشن بتوين فود اوكي الصفحة اللي بعدين بطار دي كومبوزر احنا خدنا عبل كده كينات تنقسم لبروديوسر وشرحنا النهاردة هنتكلم شوية بالتفصيل عن اللي بتاكون بعملها اسمها يعني يا ولاد دي كومبوزر كينات محللة ضرب هنا امثلة زي مثلا ايه طبعا في امثلة كتيرة هناخدها كمان شوية بسواف المقدمة دي عايز اعرفني ان دي امثلة على كائنات محللة تقوم بعملها اسمها يعني مثلا الخبز بتاعنا دا لما حضرتك تسيب قطعة خبز لفطرة طويلة مثلا من غير ما نحطها في التلاجة او الفريزر بتاع التلاجة يتكون عليها ايه عفل لونه بالشكل دا دا كان عبارة عن جراصين في الهواء جاءت على قطعة الخبز وايه وبدأت تتغزي عليه ونمت عليه بطريقة معينة وكونت فطر اسمه بريد مولد فانكس اسمه ايه بريد مولد فانكس فطر عفل الخمس نفس الكلام فيه فطر اسمه ايه مشروم فانكس هذه الفطريات اوكي بتقوم بعملية مهمة جدا اسمها عملية ايه عملية التحالل بس فيه نقطة مهمة عملية التحالل دي يا ولاد بتتم في خطوة تين طبعا دي مقدمة سهلة هام حاجة اللي جاية ده هاو داز دي كومبوزيشن بروسس اوكي ازاي بتتم عملية التحالل دي كومبوزيشن بروسس ها بتقول ديد ارجانيزم لازم انت بقى فاهم ان عملية التحالل بتتم لكل الكائنات الميتة مفيش كائن حيو بيحصلوا عملية التحالل الكائن الميت ديد ارجانيزم اللي هي مين يا مستر اللي هي سواء ديد بلانتس او ديد انيبلز اوكي وكمان عملية التحالل دي ممكن تكون على الارض وممكن تكون على السطح المايا زي ما نشوف كمان شوية فعملية التحالل دي بتتم فين في ديد ارجانيزم بس بتتم عن طريق خطوة تين اول خطوة في كائنات اسمها اسكافنجرز اسمها ايه اسكافنجرز ايه اسكافنجرز دي الكائنات دي يا ولاد اللي هي بتتغزى على بقايا الاجسام الميت بقايا الاجسام ايه الميت يعني انت مثلا لما بتشوف على الاتيوم اسد يفترز غزالة مثلا ييجي الضبع يرقبه من بعين لحد ما الاسد يأكل ويشبعه تمام واتبقى منه بقايا صغيرة اللي بتغزى على البقايا دي بعض الكائنات زي الضباع اسمها ايه اوكي فهذه الكائنات بيسموها الكائنات اسكافنجرز سوري اسكافنجرز هي نطقة كده اولاد اسكافنجرز بيسموها كائنات كانسة سوري يعني السكافنجرز دي اللي هم الزبالون طبعا مش عيب ولا غلط المانا دول الناس دي كلنا اصابنا بالامراض كل اي انسان اي ان كانت مهنته لابد ان يحترم الزبال ده راجل محترم جدا بينقصنا من امراض كتيرة فاهمين الزبال ده اسمه اسكافنجر اسمه ايه اسكافنجرز بس هنا في الساينز معناها الكائنات الكائنسة اللي بتكنس او اللي بتتغزى على بقايا الكائنات الميتة فاهمين يا اولاد يبقى اول خطوة في عملية الديكموزيشن ان فيه كائنات تتغزى على بقايا الكائنات الميتة اسمها اسكافنجر اسمها ايه اسكافنجر نشوف كده اولاد تعرفها مع بعض ها زي ار خلي بالك من دي بقى زي ار ارجانيزمز زادفين اون زي ريمينز اوف ديد اانيميلز اند بلان هي كائنات تتغزى على بقايا الحيوانات الميتة او النباتات الميتة وفيه هنا معلومة قبلية كمان لازم تاخد بالك منها عشان بتيجي بيقولك ان الكائنات اللي بتتغزى على بديد ارجانيزم زي بريك زم دون انتو بتقطع على اجزاء ايه صغيرة جدا فاهمين يا اولاد يبقى لما اقول الكائنات اللي هي بتقطع بتقسم اجزام اجزام الكائنات الميتة الى ها يبقى بتكلم على سكافنجر لما يقولك تتغزى على البقايا يبقى بتكلم برضو على سكافنجر تاني مع بعض هي كائنات ترجمها دكتورة ترجمها دكتورة هي كائنات تتغزى على بقايا النباتات والحوانات الميتة طلب لنا امثلة امثلة كان اسمه فالتشارز فالتشارز لنا زي نوع من النصور فالتشارز هاينيس الضباعة فالتشارز هاينيس كرابس كوكروشز كوكروشز الي ها الصراصير كوكروشز اسمه اي اولان كوكروشز نقطعها كده كوكروشز هاوس فلاي هاوس اي اولان فلاي دول تابعا مين يا حلوين اسكافنجر اسمه اي اسكافنجر يعني نقولتين فالتشارز هاينيس كرابس كوكروشز هاوس فلاي هاوس اي اولان فلاي طيب اللي بعد دي الخطوة الاولى وما اللي الخطوة التانية بيصر اهي الخطوة التانية بقى ساكن دي كومبوزا دي الخطوة دي الخطوة الاولى في عملية التحلم تيجي بقى الكائنات المحللة تعمل الخطوة التانية من دي كومبوزا باي بريكنج داون مش دي تتغزى على بقايا الكائنات المايدة وتقسمها لاجزاء صغيرة تيجي بقى دي كومبوزا ها بريكنج داون بتكسر الحاجات الصغيرة والريمينز بقايا دي بلانتس عندي انتو نيوترانتس بتحلل بقى ما تبقى من اكل هذه الكائنات الاجزاء الصغيرة جدا تحللها الى عناصر غذائية ذات كان بيريتارن ترجع تانية ترجع تاني للإيكو سيستم يبقى لما يقول لحضراتك مين اللي بيرجع بقايا الغذاء مين اللي بيرجع اللي بيرجع انتو لما تلاقي كلمة عناصر غذائية يبقى هو بتكلمها على دي كومبوزا لما تلاقي الكائنات بيتغزى على زي ريمينز 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 اللي بتغزى على يبقى هي لكن لما يقول لك الاجزاء الصغيرة من الديد أنيمل يحولها الى اللي بتعود مرة اخرى الى يبقى هو بتكلم على اوكي اوكي امثلة بقى لازم حضراتكم تحفظوا الامثلة دي عشان بتيجي تشوز اوكي سنيلز الكواقع سلاكز حاجة اسمها رخويات ارث وورم فانجاي باكتيريا تاني سيبك تنطق كده روبا ديال وحديك وعجاها اقررها معاك تاني يلا ركز ها نطقا طا شاطر سنيلز سلاكز ارث وورم فانجاي باكتيريا هذي الكينات تسمى كينات يا أولاد كينات ديكمبوزر ايه اللي بعده كاتب هنا ملاحظة بيقول هو انه لما المواقع العصر الغذائية دي بعد عملية ما تحصل تستهلك عن طريق النباتات زا سايكل كونتينيوس فروم بروديوسر سايكل يعني دورة بتستمر فروم بروديوسر ها تو كونسيومر زين تو ديكمبوزر اجين وهكذا يعني العناصر الغذائية دي تروح لمن للسويل يستفيد منها البلاند يستفيد من البلاند كونسيومر يستفيد من كونسيومر لما تموت في يوم الايام الديكمبوزر وهكذا اوكي طيب اللي جادي بقى امثلة بسيطة مش هتاخد معانا دقيقة يقولك مثلا ايه احنا احنا بنرمي القمامة بتاعتنا والبقايا في حاجة اسمعها تراش كان السندوق الزبالة دا صح اللي هي المكان بتاع القمامة طيب ايه علاقة الدرس بالكلام دا بيقولك احنا كده لما بنرمي الحاجات دي بيوجو ناس تانيين محترمين بياخدوا الحاجات دي وبيفرزوها ويعملو لها عاملية ايه ريسايكلينج عاملية ايه اه يعني ايه ريسايكلينج اعاد التدوير مش هلا بنشوف ناس بوسطة محترمين ناس غلابة لهم كل التهدير والاحترام بياخدوا الحاجات دي اولان يلموا الحاجات دي من القمامة اللي هي العلب البلاسيج والحاجات دي بيبقواها المصانع يعملو لها اعاد التدوير بيعملو لها عاملية ايه ريسايكلينج تب ايه علاقة الدرس بتاعنا بالكلام اللي انت بتقولوه دا يا مستقر زي ما الانسان بيعمل ريسايكلينج في البيئة الدي كومبوزر بيعمل ريسايكلينج بيعيد اجسام الكائنات الميدة الى التربة من جديد عشان يستفيد منها النبات وهكذا يبقى كأن الدي كومبوزر بتعمل زي الانسان عملية ريسايكلينج في الطبيعة هي دي الفكرة يعني فاهمين من غير تفاصيل اهو اللي هي الفضلات البقايا دي الانسان بيستخدمها وبيعمل منتجات جديدة فاهمين يا اولاد يبقى في عملية القمامة دي الانسان بيستخدم الويست ماتيريال وبيعمل منتجات جديدة اوكي بدل ما يرميها في الاراضي اللي بيرمو فيها هذه القمامة اوكي اه نفس الكلام نفس الفكرة اديد ارجانيزمس اهو بحصل لها عملية ايه ريسايكلينج اوين ارجانيزمس ضاي وبتعمل عملية التحلل عشان تعيد المواد الغذائية مرة اخرى الى البيئة كلام ده سهل ومقرر يعني عشان البروديوسر بتستخدمها مرة ايه اخر اوكي اخر حاجة يا اولاد برضو نفس الكلام مقرر الحقيقة بقايا الحيوانات والنباتات بتتحلل بتصبح جزء من التربة اللي بتستخدم مرة اخرى عن طريق النباتات عشان تعمل اكلاب نفسها عن طريق عملية المواد الغذائية وكلام سهل وبسيط جدا الملاحظات دي جميلة ومهمة دي كومبوزيشن بروزز عملية التحلل اس كونسيدر تعتبر از نيتشارز ريسايكلينج فاكتورز لو قالك العبارة دي نقول له ايه طروق يعني ايه مثل عملية التحلل اللي بتتم تعتبر مصنع اعادة التدوير في الطبيعة طبعا اعادة التدوير بشكل طبيعي اللي هي دي كومبوزر ليه لان احلى بنوعين دي كومبوزر بتساعد في اعادة ديت بلانتس اند انامال توني تورينتس زات ريتيرن باك توزا ايه توزا سوين عملية التحلل ها بتحدث طبعا تم فيه عملية التحلل بتتم في المية هي اللي اسمك بتقدر عيشها متى الحياة اللي اسمك بتموت وتتحلل وفي دي كومبوزر تحللها وهكذا اوكي يا ولاد اخر حاجة اقول لكم باي باي المعاصر عامل شوية اسئلة بيختبرك انت فاهم ولا مش فاهم يلا هقرى مع حضرتك واشوفك انت فاهم وانا واسق ان انت فاهم وانت فاهمة عشان تطلب الشاطرين وازاي العسل وليكم الساب الجميل ان شاء الله يلا مع بعضين يا ولاد سكافنجرز لا كائنات الكائنات 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 تتغزى كائنات تتغزى على بقايا الكائنات الاخر الاجابة صحيحة السكافنجرز كانت الكائنات الكائنات تتغزى على الريمانز اتنين دي كومبوزر بتكسر بتعيد اوكي بتحول الديد اولجانيزمز انتو سمولر بيس فالس سكافنجرز زي اللي بتعمل كده هاينيس الضباع والإيرث ورم تعتبر سكافنجرز طبعا فالس ليه لان الهاينيس تابع سكافنجر بينما الإيرث ورم تابع دي كومبوزر دي كومبوزش دي كومبوزشن بروسيز عملية التحالي تحدث كده خلصنا وين الدرس الخامس في لسن وان تو اتمنى ان تتكونوا فهمتوا سفدتوا كويس ربنا معكم والى اللقاء في الفيديو القادم هحلم حضراتكم اسيلة تدريبات على لسن في الى اللقاء